هذه الوثيقة موجودة وقد نشرها السيد حيدر العبادي مرمزة أو يعني تحمل الرقم 14 تحمل الرقم هي موجودة ضمن يعني بالوثائق السرية تحمل الرقم 14 شارحة 0-328 ماذا تضمنت لو تعرضها للإنحام وهذه نشرها السيد حيدر العبادي نشرها السيد حيدر العبادي في كتابه الموسوم بعنوان النصر المستحيل فالصفحة 312 بالتحديد في اللغة مترجمة باللغة العربية وكذلك اللغة الأجنبية أتاحت للقوات الأمريكية منحت القوات الأمريكية الكل يتساءل من أتى بالقوات الأمريكية من منح الحصانة للقوات الأمريكية من سمح للقوات الأمريكية بالاستهداف وخرق السيادة العراقية لديك اتفاقية الإطار استراتيجي فضلا عن هذه الاتفاقية التي ضمنت ضمن اتفاقية الإطار استراتيجي سيد نجم نتحدث عن طائرات الامي كيو ناين ريبار التي تحمل الصواريخ الهيل فاير وتستهدف العراقين داخل العراق الآن تجوب سماء العراق ضمن هذه الاتفاقية نتحدث عن طائرة الاي سي وان ثيرتي جاي غوست ريدر هذه الطائرة ايضا استهدفت قيادات اعتقد على الطريق السريع مقابيل ابو غرب قبل فترة نتحدث عن طائرة الار سي وان ثيرتي فايف هذه الطائرة جوينت هذه الطائرة متخصصة بيعني الحرب الالكترونية والتنصت ايضا يعني بامكان اللي يمتلك موقع الفلايت ريدر اربعة وعشرين هذه الطائرة ايضا تجوب سماء العراق بالتالي اجواء العراق مخترقة لا نمتلك سيادة جوية على الاجواء العراقية نتحدث عن ثلاث رادارات رادار موجود في قاعدة عين الاسد ورادار موجود في الناصرية ورادار موجود ايضا في كاركوك محافظة كاركوك ولكن هذه الرادارات غير كافية نعم استاذ سيف خليني ارجع نعم هذه الرادارات لا تغطي لا لا استاذ نجم فقط على عجالة نعم هناك مغالطة هناك من يروج انه القواعد الامريكية موجودة فقط في الانبار في قاعدة عين الاسد بالبغداد بالتحديد وقاعدة حرير في اربيل لا لا هناك قاعدة حرير موجودة في بغداد يعني لا اعرف لماذا يتم القفز على هذه الحقيقة قصدك لي في المطار في مطار بغداد